يا عبيد أخبارك الحمد لله الحمد لله وسي هنبدأ درسي جديد النهاردة في الصف الخامس بيتكلم على إيه في الوحدة التانية وده الدرس إيه السادس والسابع بيتكلم على إيه يا عبيد زي كنت الأول وقل لي أخبارك إيه ودنيتك إيه ومرسي على الواجب اللي انت عملته أيها جمالة سامعني حبيبي بيش يا حبيبي بقول لك مرسي على الواجب اللي انت عملته وما تحاولش يا بابا أنك تكتب كل حاجة في الأسئلة أنا مش عايزة منك أنك تكتب رقم السؤال والصفحة وتحل على طول تمام؟ وأنا هعرف أوصلي أعلم لك الصحة تمام يا حبيبي عشان بدا ما تقعد تكتب تاني تمام يا عبيد اه خلي الصوت مفتوح بيني وبينك على طول وشغل الصورة شغل الفيديو آآ بتا دا صورتك ماشي يا عبيد شغل الصوت والصورة عشان أنا عارف أتعاقل معي تمام أيوة كده حبيبي والصوت كمان عشان إحنا مع بعض الوحدان بص يا بابا ناخد النهار دا الدرس الخامس والدرس السادس في الوحدة التانية بيتكلموا على إيه يا ميسي بيتكلموا على تحديد المضاعفات يعني إيه المضاعفات والمضاعف المشترك الأصغر إحنا سيشان اللي فات خدنا إيه ها العوامل الأولية واخدنا المضاعفات العوامل الإيه المشترك الإيه العامل المشترك الأصغر النهار دا هناخد المضاعفات وهناخد المضاعف المشترك الأصغر إحنا كنا بنرمز إيه للعامل المشترك الأكبر يا عبيد نعم كنا بنرمز عليه إيه العامل المشترك الأكبر صح كده دي إحنا كنا بنرمزه كده العامل المشترك الأكبر لكن مضاعف المشترك بنرمز له بإيه ميم ميم ألف مضاعف مشترك أصغر عشان بعد كده هم يجي في الأسئلة مش هيقولك المضاعف المشترك الأصغر هيقولك الرموز الخاصة بيهم واحنا عرفنيهم تهيمني عبيدة آه دلوقتي لو أنا عايز أجيب مضاعف العدد يعني إيه مضاعف العدد عشان أعرف مضاعف العدد هو الندك اللي أنا بحصل عليه مضرب العدد في عدد صحيح آخر أي عدد بضربه في عدد صحيح آخر هو ده المضاعف بتاعه يعني زي إيه ميس يعني مثلا خدنا مثلا العدد 2 ماشي خدت 2 وضربتها مثلا في السفر هيديني إيه سفر طيب رجعت خدت 2 وضربتها في 1 هيديني إيه 2 تبقى السفر والتنين طيب رجعت أخد 2 تاني ضربتها في 2 هتديني اربعة. يبقى مضاعف عدد اتنين بيساوي ايه? بيساوي السف والاتنين والاربعة. ليه? لان انا بضرب العدد فاي عدد صحيح اخر. فده بيبقى المضاعف بتاعه. طب هيجي مسلا حدي ويقول لي انا عايز مضاعف عدد التلاتة. مضاعف عدد تلاتة. اجيبه الزامس. هاضرفه اي عدد. وليكن اتنين. هيطلع لستة. يبقى الستة دي مضاعف عدد تلاتة. طيب هو فيك طرق يميس عشان اعرف اجيب مضاعف العدد. اه في عندي طريقتين يا عبيلة. ايه هم الطريقتين? الطريقة الاولى خط الاعداد. عن طريق خط الاعداد. انت فاكر خط الاعداد اللي كنا بناخده في اولا? تده ايه? فاكروا? اه. تمام. والطريقة التانية باستخدام ايه? حقائق الضرب. وطبعا انا خليتك تعمل الجدول عشان الحوار ده. حقائق الضرب. وكل درس جاي بعد كده يعتمد على الضرب. طب خط الاعداد ده زي ايه? فاكر لما كنا بنرسم خط كده. تمام? ونروح عاملين فيه روتس وغنانة كده 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 ونكتب فيه اعداد ده اسمه خط الاعداد. ده اسمه ايه? خط الاعداد. حقائق الضرب. اقبارة عن جدول الضرب. بس كده. بالطريقة دي ايه اتبع اعرف اجيب. المضاعف ليه? طب انا عايز افهم اكتر وعايز مثال عشان اقدر افهم بيه. لاجاد مضاعف. مضاعفات العدد خد. عندي طريقتين صح? احنا قلنا الطريقة الاولى ايه? خط الايه? انا بسألك يا عبي. احنا قلنا طريقتين. الطريقة الاولى في المضاعفات خط الايه? خط الاعداد. خط ايه? الاعداد. خط الاعداد بقى هعمله ايه? هرسم خط الاعداد كده. اولا هكتبه دي الطريقة الاولى اللي ممكن نجيب بقى المضاعفات. هرسم الخط كده. تمام? وببدأ من السفر. هو عايز بتاع خمسة. بس ببدأ من السفر. ايه هو? ايه دي سفر. وهعمل قفز. قط الاعداد بعمل بقفز. بقفز بالرقم اللي هم الدهولي. لو هو قال لي خمسة بقفز بالخمسة. بس ببدأ بايه? ببدأ بالسفر. ماشي هقف خمسة. ايه دي سفر. واحد. نين. تلاتة. اربعة. خمس. قديني وصيح. هاقفز خمسة كمان. ها. هيبقى ستة. واحد. نين. تلاتة اربعة. هيبقى ايه? ستة سبعة تمانية تسعة. ها. عشرة. قديني كفزتي كمان خمسة. طب هاقفز كمان خمسة. واحد. نين. تلاتة. اربعة. خمسة. ده هيبقى كم? خمستاشرة. وانا كذا. ده كده اسمه خط الاعداد. وهو ده اسمه القفز. بس. من السفر على طول لخمس. لاني كفزت خمس مرات. ومن الخمسة لعشرة. كفزت خمس مرات تاني. من الخمسة هيدينا لعشرة. كمان خمسة هيدينا لخمسة. وهاكذا. يعني لو زودت خمسة هيبقى عشرين. لو زودت خمسة كفزت خمسة هيبقى خمسة وعشرين. يبقى مضاعف عدد خمسة هيبقى عندي ايه? هي السفر والخمسة والعشرة والخمستاشر. الى ما شاء الله. طول ما باقفز خمسة بقول مضاعفات العدد ده اول طريقة من ليه يا عويدة اللي هو خط العدد طب يا ميس تاني طريقة ايه احنا ليه بناخد مضاعفات العدد وبنرعف ازداد اخدها عشان لما ينجي ليه المضاعف المشترك الاصغر نبقى عارف من خلاص احنا هنشتغل ازاي دي بنبقى قاعدة ليها هناخد اللي هي ايه حقائق الضرب حقائق اللي ايه عويدة الضرب اللي هو جدول الضرب زي ايه لو خدنا الخمسة ضربناها في الزيرو هتدينا ايه زيرو طب لو خدنا ضرب الخمسة ضربناها في الواحد ها جدول الضرب بتاع خمسة اللي احنا لسه بعتده نلميس تمام خمسة في ثلاثة طب خمسة في اربعة طبعا انت اشاطر وهتقول جدول الضرب بتاع خمسة زي ما انا قلتلك ده هيبقى خمسة ها عشرة خمسة تاشر كده مضاعفات عدد خمسة ايه عن طريق حقائق الضرب هتبقى ايه قل معايا كده يا عويدة زيرو وايه كمان ايه كمان دي كلها مضاعفات العدد شايفها اه جلا قلها هتبقى ايه احنا جبناها عن طريق الضرب وجبناها عن طريق خطي الاعداد ها اول حاجة تبقى زيرو ايه كمان خمسة ايوة عشر عشر عشرين برافو عليك ايوة كده عايزاك تتجاول معايا عويدة على طول ماشي ولو في حاجة مش فايفنا اقول لي بسرعة خمسة هاي عشرة خمسة عشرين طب انا يا ميس لو كنت طورت شوية خط كنت احوصل لعشرين برا اتفعنا ايه دي الطريقة اللي بجيب بها ايه مضاعفات العدد اي عدد ان كان اي عدد كان قل لي كده عدد انت عايزنا اجيب المضاعفات بتاعته كده يا عويدة قل اي عدد في دماغي واحد وعشرين يا انت كبير قوي لا الاعداد دائما بتبقى اصغر عشان ما تلخمشي نفسك انت هتفدت واحد وعشرين مرة يعني احنا ايوة كده اختار دائما ان الرقم الصغير لانك انت بتعمل ايه بتعمل قفز هنا وبتعمل جدوى للضرب انت خدت جدوى للضرب الواحد وعشرين هتضربه ازاي بانت فاهم طيب خدت الاعداد اهو يا ميس هرسمه يلا بينا هبدأ بايه يا عويدة بابدأ دائما بالايه بالسفت هكفز كم مرة سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ادي اول سبعة هكفز كمان مرة كم واحدة هكفز ادي ايه يا عويدة سبعة يلا واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هتبقى كام هتبقى اربعتاشر هكفز كمان سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هتبقى كام واحد وعشرين كده احنا بنقفز كام سبعة ادي اول سبعة ادينا من زيره لسبعة ودي تاني سبعة ادينا اربعتاشر طب وثالث سبعة ادينا ايه واحد وعشرين ده كده اسمه ايه العد بالقبس اسمه ايه استراتيجية دي اسمها خط الاعداد بجيب المضاعفات بخط الاعداد طيب ايه كمان لانا كمان ممكن نستخدم ايه حقائق الضرب حقائق الضرب زي ايه يا ميس يعني هاخد سبعة اول حاجة هاضربها فيها ايه زيرو وبعدين واحد وبعدين اتنين وبعدين زي ما انا عايز هو اللي هيتلب مني العدد بعد كده في المسألة طبعا دي هتبقى سبعة صح يا عبيدة ها ودي سبعة في واحدة ادينا ايه زيرو اديني سبعة ها وسبعة في اتنين جدل الضرب سبعة في اتنين عبيدة سبعة في اتنين عبيدة سبعة في ثلاثة واحد وعشرين واحد وعشرين يبقى مضاعفات عدد سبعة ايه هما بقى عرفني كده السفر وايه كمان سبعة اوكي اربعتاشر واحد وعشرين احنا خدنا بالنا يا عبيدة انا بكتب الارقام بالايه بالانجلس رابع عليك يا حبيبا طيب دخلنا بقى على حاجة اسمها المضاعفات المشترك طب يعني ايه بقى المضاعف المشترك ده يا ميس انا عشان اجيب مضاعف مشترك كلمة مشترك يعني بيشترك في حاجتين كلمة مشتركة اصلا يا عبيدة يعني بشترك في حاجتين اتنين اللي موجود فوق هو ده من اللي بقى ايه تحت طب ديجي نجيب مضاعف المشترك العددين اتنين وتلاتة ونعرف نجيب ازاي مضاعف المشترك في الحالة دي اول حاجة بجيب ايه ها اول حاجة بجيبها ايه في الحالة دي مضاعف ايه عدد ايه عدد اتنين مش هو عايز يجيب الاتنين والتلاتة مضاعف عدد اتنين يلا هنقفز من اول الزيرو اتنين تماني اتنين يبقوا كام اربعة ستة دي مضاعف العدد بتاع ايه اتنين طب و ايه كمان هجيبه يا ميس هجيب الرقم التاني مضاعف عدد تلاتة دايما بالزيرو تلاتة ستة بنقفز تلاتة او بنعمل جدول للضرب فاهمني اربعة في ستة اربعة في تلاتة تلاتة في تلاتة في تسعة واربعة في تلاتة في اتناشر صحي كده هم هنا اشتركوا في ايه لو هنزود ده شوية يبقى هنا كام عشرة و اتناشر اشتركوا في ايه دول يبقى عندي كده المضاعف المشترك الاصغر فين المضاعف المشترك اللي هنا فين احنا قلنا الرقم اللي هيبقى فوق والرقم اللي هيبقى ايه تحت فين الرقم اللي فوق واللي تحت ها الستة صح كده الستة موجودة فوق و موجودة تحت واللي اتناشر واللي اتناشر تفوق و موجودة تحت اتنى ارسل اوصلهم له يبقى انا عند المضاعف المشترك بتاع الرقم اتنين و تلاتة ايه ستة و اتناشر سهلة سهلة اتناشر هو اه مضاعف مشترك لجميع الاعداد لاحق تماما كده طيب كنا بنقول الواحد هاTy عامل ايه عامل لجميع الاعداد الرقم1 هو عامل لجميع الاعداد يبقى واحد عامل مشترك لجميع الاعداد وزيره مضاعف مشترك لجميع الاعداد عشان بتجي في الصحة والغلط يا عبيدة خد بالك الزيرو مع المضاعف والواحد مع العامل خلاص ماشي نجي نحل المسألة دي عايزين نجي معهم المضاعف المشترك يلا حلها لوحدك بقى كده عبيدة وانا هكتب وراك الستة والتماني اول خطوة هنعمل ايه زيرو لا هنقول اول ايه مضاعف العدد بص لازم نكون منظمين عبيدة في الحل هنكتب كده مضاعف عدد ستة عشان يبقى احنا عارفين بنحل ازاي وانت اصلا حلل اللي واجب مشاهلا بالنظام غريق يعني مشاهلا عليك خلينا على نفس الوضع ده زيرو ها ستة وبعد الستة اه اتناشر اتناشر اكسلان ها اه تمنتاشر صح؟ وبعد التمنتاشر مضاعف بتاعها بحط عليها ستة اربعة وعشرين طيب مضاعف هنجيب ايه تاني؟ قل لي مضاعف عدد بجيب ايه؟ اللي هو موجود عندي اللي هو كام؟ تمانية اللي هو ايه بقى؟ زيرو زيرو برافو تمانية برافو يا ميس انا مش هعمل بقى فتة ممكن اعمل الجدول؟ يجيلي هنا بقى جدول الضرب يا ايه؟ يا عبيد اعملها بطريقة الجدول اللي هو تمانية في واحد بيساوي تمانية صح كده؟ طب تمانية في اتنين هيساوي ستاشر طب تمانية في تلاتة حطي جدول الضربة على جنب كده ترفض ونبتد نشتغل عليه هيساوي كام؟ اربعة وعشرين يعني مفروض اكتب هنا ستاشر ومفروض اكتب هنا ايه؟ اربعة وعشرين صح كده؟ المضاف المشترك ايه بقى؟ قولي اول حاجة ايه؟ آآ زيرو 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 بناخد واحد بس يا عبيدة هي وايه كمان؟ والاربعة وعشرين والاربعة وعشرين ولو كنا كاملنا كنا هناخد تاني ارقام تاني ماشي؟ طيب تعرف بقى تحللي آآ لوحدك الستاشر والاربعة وعشرين؟ ماشي قولي عشرين ماشي برافو لو هتعرف يلا لا خلاص خلاص اكتب انتي اوه؟ ليه مش هتعرف ولي ايه؟ انا معاك ما تعلقش عشان لما ات ممكن اكون خطة كبير مضعف خلاص هنجيب اول حاجة ايه؟ مضعف ايه؟ مضعف آآ عدد ها؟ ستاشر بصي بنكتبها كده مضعف عدد ستاشر تمام زيرو زيرو ستاشر ستاشر اتنين في ستاشر اتنين و ترتيب برافو عليك ها؟ ايه؟ تلاتة في ستاشر بص ايه؟ بنحطها هنا عشان ما ايه؟ ما نغلصش بص الطريقة دي عبايدة تلاتة في ستاشر هحط التلاتة فوق و هحط الستاشر كده تلاتة في ستة بكام؟ تمنتاشر صح؟ تمانية و معايا هنا ايه؟ الواحد واحد في تلاتة بكام؟ ايه؟ بواحد و معانا واحد واحد في تلاتة بتلاتة و معانا واحد يبقى اربعة خدت بالك انا عملت ايه؟ طيب انا عايز اخد اربعة في ستاشر ازاي يا ميس؟ ايه دي ستاشر و ايه دي الاربعة هاخد الاولان مع الاولان اربعة في ستة بكام؟ جدول اربعة و عشرين هنحط الاربعة هو و هخلي العشرين معايا كده في ايه؟ في دايرة كده طيب وارجع تاني اقول اربعة في واحد بكام؟ باربعة و اخدت عليهم لتنين هيبقى ستة يبقى كام؟ اربعة و كام و ستين طيب حاجة تانية هنجيب مضاعف ايه؟ ما احنا لسه ما خلصتناش المسألة يا ميس دا احنا لسه هنجيب تاني مضاعف عدد اربعة و عشرين بس الرقم دا كبير قوي هنعمل ايه في الحالة دي؟ هيا 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 هاخد طبعا الزير وبالكتب الاول يا عبيدة و اكتب الرقم ذات نفسه اللي هو كام؟ اربعة و عشرين لاندي العدد مضاعف نفسه العدد مضاعف نفسه اوكي؟ دا حاجة سهلة طب دي يعني ايه يا ميس بقى؟ طب هعمل ايه بعد كده؟ هتطر اخد كده في الدرافت بص برسم كده وبايدة كده على جنب دا اسلوب ايه حلك في الامتحان واروح ايه السنة غير اللون واروح واخدها مثلا ايه الاربعة و عشرين ايه دي الاربعة و عشرين عايز اضربها في ايه يا ميس دلوقتي؟ عايز اضربها في اتنين هعمل كده اتنين ها؟ اتنين فاربعة بتمانية و اتنين في اتنين باربعة طيب عايزين اربعة و ايه؟ و عشرين في تلاتة هاي تاني تلاتة فاربعة بكام؟ باتناشر اتنين و معانا الواحد اتنين في تلاتة بستة و نحط الواحد يبقى سبعة تاني؟ طب اتنين و اربعة و عشرين يا ميس في اربعة يلا يا عبايدة اقولها لي كده بالاغنية اللي قلتها اربعة فاربعة بستاشر بستاشر ستة و معانا الواحد اربعة في اتنين باربعة 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 في اتنين بتمانية و معانا الواحد يبقى تسر يبقى مضاعف العدد بتاعي جالي هوا اه جالي الزيرو والي اربعة و عشرين و ايه كمان؟ واللي اتنين و سبعين اللي اربعة و تمانين الاول تمانية و اربعين وبعد كده اللي اتنين و سبعين وبعد كده الستة و تسعين طب المضاعف المشترك اللي هنا ها ايه هو؟ طبعا الزيرو ملكنا هيبقى ويانا مين تاني؟ عندي الزير اهو؟ هو الزير اهو هناخد واحد بس في ايه تاني؟ ايه ايه اه تمانية و اربعين و تمانية و اربعين بعد اتقرر بالارضة الستداشر جات تحت لا يبقى مش اخدها الاثنين و تلاتين جات تحت لا يبقى مش اخدها ايه ده؟ ده تمانية و اربعين تحت و فوق يبقى هي دي اللي ايه؟ اتفقنا؟ والزيرو طبعا ما انا كباف الاول واحد خلاص كده؟ كده نعرف نجيب مضاعف اي عددين مهما كان طبعا احنا ايه؟ الاسئلة ممكن تجلنا في الجزء ده بالشكل دا يا عبايدا يقول لي ايه؟ اقرأ كده السؤال اللي قدامك اه 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 اول اول خمس مضاعفات ان العدد تسعة تمام؟ مش انا قلتلك ان هو هيحدد لي اللي انا هقعد اعمل مضاعفاته هو قال لي هنا خمسة يعني عايز نعمل مضاعفات التسعة دي خمسة طب هتتعمل ازاي دي بقى يا ميس؟ احنا عارفين ان المضاعف العدد نفسه وبنبدأ بالزيرو ايه دي الزيرو و ايه دي التسعة كده فاضلي تلاتة طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل لا 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 ده انا همشى على جنبي كده زي ما الميس ما قالت واخد التسعة على طول وابدأ باتنين صح؟ وارجع تاني اخد التسعة في تلاتة وارجع تاني اقول التسعة في اربعة طبعا احنا عارفين النواتج تقدر تقول هالي؟ اتنين في تسعة تمنتاشر تمام وثلاتة في تسعة اربعة عشرين بسبعة وعشرين اوكي؟ واربعة في تسعة بستة وايه؟ وثلاتين يبقى مضاعف العدد جالي ولا لا ايه ميس بوسي الزيرو والتسعة وايه كمان؟ والتمنتاشر وايه كمان؟ والسبعة وعشرين وايه كمان؟ والتلاتة ستة وثلاتين كده كم واحد تيجي نعيد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حققت المسألة صح؟ اوه مش عايز مني في الخمسة تمام كده؟ تمام قوي طب ممكن يا ميس احل المسألة باقي تقولي بالزبط الواحدة تتحلل ازاي فوق بايدة؟ اكراها وقولي اوجد اربعة مضاعفات مشتركة للعدد اربعة وعشر صح يبقى هعمل ايه؟ اول حاجة هعمل فيها ايه؟ zero اول حاجة بجيب عدد الايه؟ مضاعف العدد عشان ده الرقمين لازم نكتب كده نقول مضاعف العدد انت هجيب اني واحد الاربعة صح؟ مش هما اتنين يبقى لازم اكتب رقم العدد اللي هجيب للمضاعف بتاعه الاول يا ابيدة اربعة يلا اقولي هو عايز كم واحد؟ ده عايز اربعة يعني هبدأ zero ولا عدد نفسه اربعة ايه كمان؟ تمانية تماني؟ تمام؟ شرحتك شو الجدول ايه؟ خمس وعشرين خمس وعشرين ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اتنين اتنين؟ عشرين عشرين تمام؟ ليه بقى عشان انا اخدته هنا عشان انا مستمعك كويش يا عباية؟ احنا بناخد جدول الضربة هنا بس عشان ما نتلغباش وناخد وقى بص طيب احنا اخدنا الاربعة مرة واخدنا التمانية مرة بعدها على طول ايه؟ ها؟ بعدها اتناشر مش عشرين زي ما انا قلت ده العشرين امتى؟ يلا بينا لسه عندي اربعة هو؟ ولسه عندي خمسة كمان الاربعين في خمسة هفط الفط ده كله ازاي عباية؟ ماينفعش هفط كتير لازم هفط اربعة بس قادي اتناشر وادي ستاشر وادي عشرين ينفع كتا كانسل الاثناشر والستاشر واكتب العشرين على طول؟ مسألت غلط على طول مفيش كلام مسألة كادي تحسب غلط لأ طب اعمل ايه بقى في الحالة دي يا ميس عشان ما نساش؟ اروح اعمل جدول الضرب كده على جنب نبدأ من السفر لحد ما يقول لي هو عايز كان واحدة اربعة انا وصلت كده للاثناشر اللي هي اربعة عارف يا عبيدة لو انك كتبت عشرين؟ كان ايه اللي حصل؟ كان رقم اربعة جت لعشرين كنت هتبقى غلط المسألة ده هو ايه اللي اربعة يعني ما اقدرش ان انا اقفز غير الاربعة خلاص يبقى مش عشرين طب الموضوع في العدد عشرة نفس السيستم اللي احنا ماشينا عليه هنبدأ بالزيرو ها والعشر العدد نفسه والزيرو وهاخد بقى تاني العشرة اقول بكام؟ بكتنين 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 مسبقش الاحداث بروف عليك يبقى هيبقى بعد العشرة كام؟ عشرين برافو وبعد العشرين كام؟ جده للضربة الهالي تلاتين برافو عليك طب يبقى المضاعف المشترك بتاحهم ايه؟ طبعا الزيرو الملك معنا بينزل على طول مين معنا تاني؟ الزيرو اللي عشرين هو هنا قال لي اربع مضاعفات سح؟ يبقى ما فيش غير الزيرو لأن هنا واحد اتنين تلاتة اربعة هل اتنشر هنا ظهر يبقى مفيش غير ذي لأنه هو ما خلنيش قاعد دكتر من اربعة تفانع وده هو قال لأربعة أنا خلال لأربعة ما ظهر ليش العشرين يبقى مش مشترك معايا يبقى المشترك الوحيد اللي هنا هو السفر تفانع احنا كده عرفت عن دين مضعف وعرف دا نجيبه بجميع الطرق ايه هما الطريقين طريقة خط الاعداد وطريقة حقائق الضرب يبقى المضعف بكيبه بطريقتين يا عبيدة ايه هما الطريقتين ممكن تقول لي جدوى للضرب وجدوى للضرب اكسلا انت حبيب طيب المضعف المشترك الاصغر ايه القصة بتاعته دي كمان اول اختصار لي بقول ايه المضعف بياخد مين المشترك بياخد مين الاصغر بياخد ألي يبقى دا الاختصار بتاعه يا ميس لو جات لي في المسألة اعرف مضعف مشترك اصغر كده يبقى عايز المضعف الاجهد المضعف المشترك الاصغر مين مين ألف للعددين دول رحت فين مني عبيدة رحت مني فين ايوا براف عليك صح صح نمت بقول لك ايه ممكن تروح تخسر وشك بسرعة و تجيلي نعم يلا بسرعة بسرعة اوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناخد المضعف ايه ها المضعف المشترك الاصغر تمام طيب ايه اللي هيحصل بعد الوقتي هنصرف ازاي احل اول حاجة واقول لك عشان اجيب المضعف المشترك الاصغر للعددين دول لازم اعمل حاجتين استخدم حاجتين يا طرق ايه هما الحاجتين لا اما اجيب مضعف العدد اللي احنا لسه درسينه لا اما اجيب ايه اللي احنا اخدناه سيشان اللي بات استخدام تحليل الاعداد الى ايه الى عوامل الاولية تحليل الاعداد الى العوامل الاولية يعني فيه طريقتين عشان اقدر اجيب المضعف المشترك يا ميس الاصغر ايوه فيه طريقتين الطريقة اللي احنا لست كنا بقولها مضعفة الاعداد او تحليل الاعداد الى العوامل الايه الاولية طب انا ممكن استخدمها بتطريقتين يلا هنحلها بالطريقتين يا عبيدة سوا عشان نبقى عارفين الطريقتين خلينا في مضعفة العدد انا عندي العددين ايه يا ميس عندي العددين اربعة وست تمام اول حاجة هعملها ايه في مضعفة العدد بجيب مضعف عدد اربعة اللي هو ايه هيبقى زيرو اربعة اه اتنين في اربعة بتماني ثلاثة في اربعة باتناش اربعة في اربعة بستاش صحي كده طيب وهرجع هجيب ايه مضعف عدد ستة زيرو والستة بتوعي واتنين في ستة باتناش وثلاثة في ستة طمانتاش صحي كده واربعة في ستة باربعة وعشرين هجيب بقى المضعف المشترك الاصغار طيب اجيبها ازاي دي يا ميس احنا عدينا المضعف المشترك ايه عندي هنا زيرو وعندي هنا ايه زيرو وعندي ايه كمان مشتركين في ايه تاني في اتناشر ايه مشتركين هم صحي كده هاخد انهي زيرو الاصغر طيب معامل الاشترك الاصغر في حاجة يا ميس عايز اقولك عليها وفي حاجة انت بخدتش بالك منها السيشن اللي فات خدنا معامل العامل المشترك الاكبر كنا بناخد المشترك بس صحي كده لكن مضعف المشترك الاصغر يا عبيدة باخد من المشترك واحد لكن باخد كل الاعداء زيرو وزيرو هاخد منه هاد ايه هاخد زيرو بس تمام اربعة وستة ماشي هاخد الاربعة وهاخد الست تمانية هاخد التمانية رغم انها مش موجودة بس في تحت بس هاخد اتناشر واثناشر هاخد واحدة بس بصي الاشتاشر يا عبيدة واخد الستاشر واخد التمانتاشر هو ايه اللي حصل هنا يا ميس اللي حصل هنا انه انا باخد في المضاعف المشترك الأصغر باخد كل المضاعفات الموجودة واللي مش موجودة تمام ها معايا لو مش فاهم حاجة اقول لي ستوب وانا ارجع تاني تمام دي الطريقة بتاعت مضاعفة الايه العدد طب انا عايزي الطريقة التانية يا ميسي لحديك قلت عليها تحليل العوامل ها لعدده الايه الاولية في حاجة يا عبيدة انت مش غول في حاجة لا تمام ركز معي يا حبي تحليل العوامل الايه لعدد الاولي احنا عندنا ايه عندنا الاربعة وعندنا ستة واحنا قلنا عشان نعملها بنعملها عن طريق الشجرة فاكر اهي ده كده ممكن نتحلل اولي ولا غير اولي الاربعة غير اولي نحط الاولي اربعة بيساوي كم في كم اتنين في اتنين واللي اتنين في دوية تمام كده طيب الستة اولي ولا غير اولي ايه اولي اتحط في مربع ونقول الستة بيساوي كم اتنين ها في تلاتة ده كده ده كده وده ايه كده صحي كده هناخد الاربعة وناخدهم مع بعض بس تشوفوا احنا بنكتبها بقى هنكتب الاربعة بيساوي كم بيساوي اتنين ها في اتنين طيب الستة هتساوي كم هم هتساوي اتنين بس في تلاتة صحي كده طب اجب اطلع العامل في المشترك هتاخده ازاي دول كده هاخد منهم واحد تمام هيبقى عند اتنين تمام في ايه في اللي باخد كل حاجة ايه دي اتنين في ايه في تلاتة تعرف تضربهم لي اتنين في اتنين في اربعة واربعة في تلاتة في اتناشر صحي كده اربعة في تلاتة في اتناشر اللي هي تلاتة في اربعة تمام كده بس دي طريقة ودي طريقة كده انا جبتا مع المضاعف الايه هناخد تمارين كتير على كده بص هنا بيقولك لاحظ ان الاي المضاعف المشترك الاصغر لاي عددين اولين هو حاصل ضربهما احنا مش انا قلتلك اعمل لي تمارين وطلع لي الاعداد الاولية عشانه عدد طبعا انا عندي التلاتة والخمسة اعداد ايه اولية المضاعف المشترك الاصغر ضربوهم بص خمسة في تلاتة بكام بخمستاشر يبقى هو ده ضرب الايه هو ده العامل المشترك الاصغر على دول المضاعف المشترك الاصغر شايفو اي اعداد اولية نضربهم في بعض بيدينا المضاعف المشترك الاصغر طب قولي كده عددين كاني اولين كان عندنا سبعة او ايه كمان? اي عدد اولي تاني? كان عندنا برضو اتنين واحنا برضو شغالين العدد الاول الوحيد الزوج اتنين صح كده? شغال الصوت بالسمعة. اه. تمام. حصل ضربهما اللي هو سبعة في اتنين هيدين كم? هيدين اربعتاشر هو دوت المضاعف المشترك الاصر. طالما ده اولي وده اولي اول مضربهم في بعض هيدين المضاعف المشترك الاصر. طب ان معلومة دي مفيدة في اياميس ممكن تجيلي في صحي وغلط وممكن تجيلي في اختيار. بدل ما عدد اخد الثلاثة الواحدة واخد الخمسة الواحدة واخد اطفز وحوار كبير كده. لا احضر ضربهم في بعض عالطون. عشان دول اوليين. ناخد رقمين اوليين تاني. وتقولتين انت الحداشر وايه? اي رقم? ممكن تلات. لا العشرة اولي? العشرة مش اولي. طيب. تلاتة والحداشر هما الاعداد الاوليين. يلا نضربهم في بعض. هيدينا كام? تلاتة وتلاتين. تلاتة وتلاتين ده المضاعف المشترك الاصغر للعددين دول. بيسهل علينا اي عددين اولين يضربوا في بعض يدينا المضاعف المشترك الاصغر. تفقنا في حكاية دي? طيب. احنا ليه بنسمى العدد الاولي? ليه بنسمى العدد انه اولي? ليه يا حولي يا عبيد? قول لي كده ليه? دي معلومة كده. علشان له اول حاجة عاملان فقط. له عاملان فقط. ايه هما العاملان دول? الواحد والعدد ايه? نفسه. صحي كده? نعم. اول ما يبقى كده الحاجتين دول فيه? يبقى هو ده عدد اولي. يبقى العدد الاولي يا ميس? هو بيبقى عددان فقط الواحد ونفسه. دي مسألة كده جايبها لي وبيقول لي فيها ايه? اوجد المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم. الف للعددين الايه? عشر وخمستاشر. هتحلوهم ازاي عبيد. ممكن تحلها في ورقة واتوري هنا على الكاميرا? او تبعتها لي واتساب في الواجبات? ماشي. يلا. تمك السؤال براحتك خالص? وادخل على الايه? على الواجبات وامل هي. اه. وبعتلي الورقة حالا دلوقتي. ماشي. 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 بالترى اللي تعجبك يا عبايد. عايز تعمل طريقة العوامل الاولية? اوكي. عايز تعمل بطريقة مضاعف العدد برضو اوكي. الاتنين براحتك فيهم خالص. ترجمة نانسي قنقر 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 خالص? يعني انت مش بادئ دروس من الاول? ايوة انا انا فاكرة انا بدأ معاك في الاكيديمية على اساس ان احنا بناخد الدرس اللي مقفورت كنت انت وصلت له. انت مكنتش بتاخد حاجة قبل كده يعني يا عبايدة? تمام خدت الحدي فين? قبل ما تبدأ معايا وصلت الحدي فين. قبل ما تبدأ معايا وصلت. قبل ما تبدأ معايا وصلت الحدي فين؟